السلام عليكم سبينات كديرين أتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة كيف لا تشاهدوا هذه الكويسة الرايب البلدي اللي يوجد رائع ويوجد بسرعات تقدموه في مائدة الصحور ولا الافطار كيف لا تشاهدوه يجي عاقد وينجح معكم من اول جريبة وصدقوني غد تجربوه وغير لي محتمد عندكم الصراحة جربته لا تزعر ولكن هذه اول مرة قلت عليها ونشاركوه مع الزوينة لا نطور عليكم نبدأ معكم مقادر وطرقة السحذر اول حاجة لدينا لليتر الحليب هذا اللليتر هذا سوف نقسمه في نصفين يستحسن لكل الحليب نسطره على نسطره هنا لديك كز دانون ووجوش خمارة الفاني وسكر سانيدة سكر سانيدة نحتاجه لربعات المعرق الكبار بنسبة لليتر الحليب وليك تبغي الحلاوه بزاف فاكيد على حساب الدوق ديالكم فانا ربعات المعرق كافيني هنا كناخد واحد الكاثرون كنديرو فيهن سطر الحليب كيف ما كتشاهدو سكر سانيدة بالنسبة لسكر سانيدة سكر سانيدة يمكنكم ديرو كسر إلا كنتوا كسبغي والحلاوه فانا البعات المعرق كافيني فهنا يدد الحليب مع سكر سانيدة وغادي نخلطه مزيان باش ديك الحوبة يباس كتدوب مع الحليب للسكر سانيدة وغادي ندروا 2 ساشي فاني كيفما كتشاهدو طريقة سهلة ومبساطة وغادي ندير الكيس الثاني ديال الفاني وغادي نخلطه مزيان فالصراح هذا الرايب الذي يأتي يغزال ودي ما كنت ناكلوه بره قلت علش الله ما نديروش في الدار ونجربوه نصور سقطت معي الوصفة غادي نشركها مع زوينة ديالي مصدقش معي غادي ناكل ونسقط ولكن صراحة جزوين وقلت والله سنشركها مع زوينة ديالي لكي يغزال وكي يغزال وكل ما بقى يأتي مزيان يعني يمكن أن يدوز لكم حيث تلسية مفتلاجة ماشي مشكلة يبقى مزيان يزيد كيعقاد وهنا يضفت الياروغ اما تديرو الضانون طبيعي على حسب انتم واشكاس بغاية الحلاوة فانا هذا الضانون اللي كان عندي دفت هذا الضانون وجاني مزيان فانا نخلطه الكل جيدا ثم بعد ما سخلي الحليب حيتلو ديك الفرارة اللي كاسكوا من الفوق ضغياء ضغياء على ما أدرككم عارفين تصوير خليسو طب بزافة من الأحزن ما يتبلكو مش الحليب بزافة انا نسيسو كي طب يعني ماشي غي سخنسو نسيسو مع تصوير حليب البارد مع الفاني والسكر السنينة كيف تشاهدو نضيفه نصف لليتر الحليب ساخن على نصف لليتر الحليب البارد طريقة سهلة ومبساطة كيف تشاهدو كيف تشاهدو كيف تشاهدو كيف تشاهدو كيف تشاهدو وفي هذه الأدناء سنضيف الماء يغلق جيدا كيف تشاهدو الكوكس كيف تشاهدو كيف تشاهدو الكوكس كيف تشاهدو سنبدأ نفرغ الرايب في الكوكس فضروري سوف نضيف الكوكس ونرى العبار سوف نضيف المشحل كيف تشاهدو الماء سوف نضيف الماء لأنه لا يجب الماء يتقاسوا بالماء لكي يحمي يجب الماء ولكن الرايب لا يقاسوا لكي يبقى جيدا ونضيف الماء هنا نضيف الكوكس كيف تشاهدو كيف تشاهدو كيف تشاهدو كيف تشاهدو الماء يكون عالي م lacun يأتي بالقياس ونضيف الكوكس كيف تشاهدو كيف تشاهدو الماء يجب التنجز من الماء سوف نضيف القياس لكي لا يتقصوا بالماء على هذا الشكل وهذا الرايب سوف ينجح معكم من اول جريبة وان شاء الله سوف نضيفه في الصحور و اي حاجة تصوبها في الدرس سوف تكون مزيانة فهنا نحاول نحرك قريب شوي الكويسات لكي لا يتقصوا بالماء على هذا الشكل نضيف الكوكوس سوف نضيف الكوكوس ونضيف الكوكوس ونضيف الكوكوس ونضيف النتيجة نضيف الصفارة لكي لا تدخلها ونضيف الكوكوس ونضيف الكوكوس ونضيف الكوكوس نتمنى الوصفة تعجبكم وشكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء في فيديو آخر وبصحة وراحة وما تنسونيش بلايك ولي كومنتر وغزويني لديلكم وشاركم ومبركة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة